حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحمين عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجعرنة حين أمس معتمرا فدخل مكة ليلا فقض عمرته ثم خرج من تحت ليلته فأصبح الجعرنة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرنة في بطن سريف حتى جامع الطريق طريق المدينة بسريف قال محرش فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس